موسيقى رئيس الجمهورية يتسلم رسميا المستندات التي تقضي بعودة وحيد القرن الأسود إلى حضيرة زاكوما بعد غياب دام أكثر من 56 عاما يزارة البيئة والمياه والصيد تنظم يوما توعاويا حافلا من نشاطات احتفاءا باليوم العالمي للبيئة وذلك من أجل مكافحة التلوث البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية موسيقى والجمعية الوطنية تستجب وزير المالية والميزانية حول أوضاع المتقاعدين الذين لم يحصلوا على إجازات التقاعد منذ ثلاثة أعوام موسيقى أسابعة تماما بالتوقيت المحل لمدينة إنجمينة وضواحيها السيدتي وسادتي أهلا بكم إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء سلم يوم أمس وزير المالية وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبدالكريم حقار المستندات الرسمية لرئيس الجمهورية إدريس دبيتنو من منظمة التأفريكان التي تقضي بعودة وحيد القرن الأسود إلى حضيرة زاكومة وذلك بعد غياب دام أكثر من 65 عام جرت مناسبة التسليم بالقصر الرئيسي بحضور بعد من معاوني رئيس الجمهورية زميل الحبيب حامد محمد عدلنا تقريرا مفصلا عن المناسبة قبل عشر سنوات كان اكتشاف التومي وما قبله كان فك قابيل الأسفل وبعدها عودت الغزال الوحش إلى الديار بعد غياب دام أكثر من 20 عاما في منتجعات دولة الإمارات العربية المتحدة أما يوم أمس يعود إلى الوطن مواطن آخر دامت فترة قيابه لأكثر من 65 عاما خوفا من الصيط الجاهر والتهديد من الإنقراط إنه وحيد القرن الأسود مناسبة التسليم هذا الحيوان الشادي المهدد بالإنقراط كانت في أوائل شهر مايو المنصرم بحضور ترأسه وزير البيئة والصيد والموارد الغابية السيد صديق أبد الكريم حقار والذي سلم يوم أمس الوسائق الرسمية لوحيد القرن الأسود إلى فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابي إدنو هذه الجهود المبزولة من أجل حماية الحيوانات الشادية بالإنقراط قام بها فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابي إدنو منذ أكثر من 20 عاما كان يتفاوض مع مختلف منتجعات العالم لعلها تجد حيوان من أصول شادية فر بسبب الصيد الجائر أو بالحروب وبفضل هذه الجهود قد عادت الكثير من الحيوانات الشادية إلى الحضيرة الوطنية وأصبح منتجع مدينة زاكومة الواقع في إقليم سلامات مرشع بأن يكون موروش دولي تابع لمنظمة اليونيسكو كل هذه الجهود يضاف إليها أيضا متانة العلاقات بين البلاد وجمهورية جنوب أفريقيا أبرى منظمتها أفريكان بارك والتي عاملت مع الاتحاد الأوروبي في تطوير منتجعات شاد وأبرزها محمية زاكومة ومن سم حماية الفيلة الشادية والتي هي الأخرى تواجه خطر الصيد الجائر من الصيادين فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابي إدنو جانب عودة بعد من الحيوانات الشادية إلى حضائر الوطن فقد بزل جهودا كبيرة أيضا في تكوين جيش كبير متخصص أيضا في حماية الغابات ومنع الصيد الجائر وقدم الكثير للمحميات الشادية الأمر الذي جعل شاد أصبحت اليوم واجهة دولية للسياحة البرية كما أن مدينة زاكومة احتضنت أول مجلس وزراء فيها نسبة لأهميتها وموقعها المميز أما وحيد القرن الذي سلمت مستنداته رسميا يوم أمس إلى فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابي إدنو من قبل وزير البيئة والمياه والصيد يعتبر حيوان من الثديات وينتمي إلى فصيلة الكركدنيات ويعيش وحيد القرن الأسود في أغلب الأحيان في جنوب أفريقيا والشاد وعدد من الدول الأفريقية وهو مهدد بالإنقراض يبلغ طول رأسه وجسمه حوالي أربع أمتار وارتفاع كتفه 180 سنتيمترا ويبلغ وزنه حوالي 3350 كيلو جرام تقريبا يؤلف المناطق المزرعة بالشجيرات والأراضي الجرداء والمناطق الحرجية المكشوفة ويتمتى بحاستي الشم والسمع قويتين ورزر ضعيف وتعيش ذكرها منعزلة بينما تستحب الأنسى صغرها وتلد أنسى وحيد القرن الأسود مرة كل ثلاث سنوات وتدم فترة حملها 18 شهرا وتضع بعدها صغيرا واحدا تقريبا لذا فهي من الحيوانات المهددة بالإنقراض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو لكل عام نظمت اليوم إدارة البيئة التابعة لوزارة البيئة المياه والصيد يوما حافلا بالنشاطات التوعوية والنزول ميدانيا إلى أماكن مكبات النفايات البلاستيكية بالعاصمة يمنة رافق الوفد المكون من المؤسسات التابعة للوزارة كالصندوق الخاص لصالح البيئة عمدت بلدية الدائرة السابعة وعدد من الإداريين ببلدية أنيمنة وشركاء البلاد في التنمية خليل حسن صالح تجول مع الفريق وعدلنا التقرير التاجي إنه يوم حافل بالنشاطات التوعوية نظرا لأهميته بالنسبة لحماية البيئة والتي تعتبر شريطا لحماية الإنسان والحيوان الأمر الذي جعل وزارة البيئة عبر إدارة البيئة تقف على ضفاف نهر شاريء حيث مكبات النفايات البلاستيكية وبحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن هناك 13 مليون طن من المواد البلاستيكية الملوسة ترمى على الأرض سنويا بعد استخدامها اليوم نزلنا في الميدان لها من البيئة بأن المشاكل البلاستيك تلوس البيئة تأسس في صحة الإنسان في صحة الحيوان والشيء هذا ما ممكن أن نقود ونكتف إيدنا ونشوف الحاجات تطموه لأجل هذا أجل يستخدموا الحاجات منها ليس لديها فاكي كارتون في إيجينيك قايد وبعد هذه الوقفة السريعة توجه الفريق إلى بلدية الدائرة السابعة والسادسة وقدمت لهم سلات لتجميع القمامة ومبلغ مالي يصل إلى مليون وأربعين ألف من الفرنكات الإفريقية مقدما للدوائر العشرة بالعاصمة أنجمينة حاسين عمد الدوائر بأهمية جمع القمامة خاصة البلاستيكية التي يمتد ضررها إلى أكثر من خمسين عاما وختمت الجولة بوقفة توعية لطلاب الإعدادية الإنجليا وتشجيع الطلاب أعضاء جمعية الساحة الخضراء في الساحل المعروف اختصارا بـ AVS وفي نفس الإطارة فقد نظم يوم أمس بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية مؤتمر نقاش عرض من خلاله فيلم يوضح الأثار السلبية الناجمة عن استعمال النفايات البلاستيكية بالنسبة للبيئة من جهة والإنسان من ناحية أخرى حسن جد عمر والتفاصيل لا شك أن انتشار الأكياس في مختلف الأماكن العامة يزيد من حجم الأوساخ والنفايات نظرا من تشعره بشكل كبير على الأسوار والأسلاك الشائكة والأشجار ودأجل وطع حد لتلك الظاهرة فقد اتخذت وزارة البيئة عبر بلدية أنجمينة قبل سبع سنوات إجراءات تقضي بموجبها منع استقدام الأكياس البلاستيكية بمختلف عنوائها في جميع أنحاء الأغصمة وذلك حفاظا على النظافة والبيئة النقية وبهدف دعم القرار وحث المجتمع على احترامه اتخذت البلاد محاربة الأكياس البلاستيكية شعارا لاحتفالها بالتظاهرة الدولية للبيئة التي يحتفل بها في الخامس من يونيو من كل عام وأن هذا المؤتمر النقاشي المشترك لمدير القطاع البيئي بوزارة البيئة وممثل بلدية أنجمينة إلى جانب ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية يدخل ضمن أنشطة اليوم العالمي للبيئة دورة العام 2018 وعليه فقد أشار الأخير إلى أن عام 1972 كان بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسة البيئية الدولية حيث أقد في هذا العام تحت رئاية الأمم المتحدة المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية بدولة السويد وكان الحدف منه صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها مما سعد هذا اليوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة على زيادة الوعي واتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة وعقب الاستماع إلى وجهة نظر البلدية عبر مدير قطاع النظافة والصحة والبيئة بها أبكر بشار عمر أشار مدير قطاع البيئة بالوزارة كولاران باي كونجا إلى أن الوزارة أخذت في الحزبان جميع الآثار السلبية الناجمة عن استعمال البلاستيك مما دفع ذلك باتخاذ قرارات تغضي بمنع استعماله في العاصمة وفي القريب العجل تشمل هذه القرارات جميع نهاء البلد وردا على أسئلة الحضور فقد وضع المؤتمرون عن نقاط على الحروف حول الآثار السالبة عن رمي الأكياس البلاستيكية في الشواري الرئيسية للآصمة هذا وقد شهد هذا المعتمر النقاشي عرض فيلم من قبل مدير القطاع البيئي بالوزارة يحكي الأثار الضارة الناجمة عن استعمال البلاستيك في البيئة وفي ذات السياق جاءت عملية جمع البلاستيكات المتراكمة في أماكن الأوساخ والتي قام بها أعضاء شبكة الشباب من أجل التنمي والقيادة في شات بهدف المساهمة في تقليل الأوساخ وخلق بيئة صحية خالية من الأمراض المناسبة شملت بعض من أماكن الأوساخ بالدائرة الخامسة بحضور النائب الأول للعمدة جمعة عبد الرحيم محمد الذي قدم شكره لعضاء الشبكة على ما قاموا به وأن الاهتمام بالبيئة يدخل ضمن اهتمامات السلطات العلية بالبلاد المنسق النائب للشبكة كوما كونجي داروسوما أكد خلال حديثه بأن هذه الحملة لم تقف عند الدائرة الخامسة فحسب التشمل جميع حارات الدوائر العشرة بأن جميعنا طالبا من الشباب الاهتمام بموضوع البيئة ونظافتها في المجتمع وفي موضوع آخر استجوبت اليوم الجمعية الوطنية وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود حول الرد على سؤال شفهي مع نقاش يتعلق بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفين المتقاعدين عن العمل خلال الأعوام 2015، 2016 و2017 جراء عدم حصولهم على إجازات التقاعد رأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية موسى خدام تقرير الزميل محنود حسن سموه إن الوطية الصعبة للموظفين الشادين الذين أحيلوا للمعاش التلقائي لبلوغهم سن التقاعد خلال العوام 2015، 2016، 2017 ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه بأن هذه الإجازات من استيقاغاتهم التقاعدية كانت موضوع سؤال شفهي مع نقاش لنواب الجمعية الوطنية قدمه إلى وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود من قبل النائب البرمني جدنون نيمبي ريمو والذي أشار في سؤاله أيضا بأن رفض دفع هذه العلاوات قد حرم هؤلاء المتقاعدين خلال تلك الفترة من أشياء اجتماعية كثيرة استمرت لمدة سنة للبعض وسنتين للبعض الآخر وعليه فقد تسأل النائب هل الإجراءات الستة عشر التي اتقذتها الحكومة لمواجهة الأزمة طبقت على هؤلاء المتقاعدين النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام الذي رأس فعاليات هذه الجلسة طالب الوزير أولا بالرد على هذا السؤال ذلك قبل مناقشة السؤال من قبل النواب وهو ما أكد فيه بأن الوزارة قد اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل حل هذه المشكلة التي ظل يعاني من هؤلاء المتقاعدين الذين ساهموا قبل تقاعدهم في بناء هذا الوطن عقب ذلك قد فتها المجال أمام النواب لتقديم أسئلتهم للوزير وهي أسئلها تمحرت في جلها حول عدم حل هذه المشكلة رغم الأوضاع الصعبة التي عاشها هؤلاء المتقاعدين في رده الوزير أكد أهل النواب بأن الوزارة مهتمة جدا بحل هذه المشكلة لأن هذه المشكلة مشكلتهم كل الموظفين الشادين الذين يبلعون حتما صن التقاعد تعتبر هذه الجلسة ضمن جلسات الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية لعام 2018 التحقيق حول كيفية تسيير الميزانيات العامة للبلديات هو محور اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط عيسى ديران بمندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة دقوي عقوبة وعمدة بلدية أنجمينة مريم جمعة عباد وعدد من عمد بلديات دوائر العاصمة كان ذلك بأحد الفنادق بالعاصمة الجمينة تقرير الحسين النور يوسف التحقق من كيفية تسيير الميزانيات العامة للبلديات هو الغرض من هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي عبر المأهد الوطني للإحساء والدراسات الاقتصادية والديمقرافية هذا اللقاء يعتبر الانتلاق الرسمي للتحقيق حول معرفة الموارد الأساسية للبلديات وكيفية تسييرها وكذا معرفة الأوامل التي تأيق سير عملهم في كلماته الترهيبية بهذه المناسبة المدير العام للمأهد الوطني للإحساء والدراسات الاقتصادية والديمقرافية نور جو كوني نور قال بأن المأهد أبر وزارة التخطيط يقوم بدراسة دقيقة في مختلف المجالات وأن من المؤكد هذا التحقيق المالي لميزانيات البلديات سيصاحم بشكل فعال في تيسير عمالهم أما منذوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقو ياقوبة أكد بأن للبلديات إسحامات كبيرة في التنمية الاجتماعية إذا تم تسير عمالهم بالشكل المطلوب لذا دعا جميع مداء البلديات الاستفادة من هذا التحقيق المالي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر المأهد الوطني للإحساء والدراسات الاقتصادية والديمقرافية الكلمة الختامية بهذه المناسبة قدمها وزير التخطيط والاقتصاد التنموي إيسى دوبران والذي أكد بأن البلاد في ظل الجمهورية الرابعة تسير بخطواتها وأن هذا التحقيق المالي لميزانيات البلديات سيساعد بشكل أو آخر في تسير عمالهم من عجل تحقيق الغرض المطلوب كما أن اللقاء الذي جمع حاكم إقليم ملوغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين بالمسؤولين الإداريين والعسكريين بمقاطعة بندي مفاده توعية المعنيين بأسس الجمهورية الرابعة تقرير ياسر محمد أحمد يواصل حاكم إقليم ملوغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين سلسلت لقاءاته ما مختلفت طبقات الاجتماعية والمسؤولين الإداريين والأسكريين لأجل إلمامهم بمخرجات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي والذي انبثقت منه فكرة ميلاد الجمهورية الرابعة حيث شرح الحاكم للمواطنين أبعاد الخطط الرامية للوصول إلى الإصلاحات الشاملة في الدولة وهذه المرة فقد التقى الحاكم بالتجمعات المدنية منها النسوية والشبابية بمقاطعة بندي حيث نقل لهم رسالة التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية وأضاف بأن الجمهورية الرابعة أتاحت الفرصة للجميع للإسحام والمشاركة في تسيير شؤون الدولة وخاصة الشيوخ التقليديين منهم كل ذلك لأجل تحقيق إرساء قوائد الديمقراطية والسلم الاجتماعي ولأجل التقدم والازدهار في البلاد بدأت اليوم أعمال ورشة المراجعة للنتائج السنوية لمكافحة مرض التراكومة خلال الأربع سنوات الماضية وذلك بمبادرة من الإدارة العامة للصحة والبيئة ومكافحة الأمراض المعدية المدير العام هو من رأس افتتاح الورشة بحضور عدد من المعنيين بهذا الشان عبدالله هارون بغرض عرض نتائج مرض التراكومة الكمي والنوعي خلال السنوات الأربع الماضية أقدت هذه الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للصحة البيئية ومكافحة الأمراض المعدية هذا وقد تناول الحديث ممثلي الشركاء المحليين في مجال الصحة العامة كلنا لاحدة مبينين خطورة هذا المرض الذي يصيب شبكة العصاب البصرية مما يؤدي إلى الضعف الشديل البصر كما أنه يعد من الأمراض المعدية والخطيرة التي تصيب الأسرة لذا يمغي على الشخص المصاب متابعة الاستشارة الطبية وأقزل عدوية الإلاجية والمضادة للمرض كما أشهدوا بالتعاون المسمر مع الهكومة الجادية عبر وزارة الصحة العامة لمكافحة مرض التراكوما في كلمته الافتتاحية لحذي الورشة المدير العام للصحة البيئية ومكافحة الأمراض المعدية أثناء على جهود شركاء الممولين لمحاربة المرض معكدا بأن النتائج المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى أن نسبة المرض في تراجع كبير وسيظل العمل سويا مع الشركاء حتى القضاء عليه قدم مساء اليوم حزب الوفاق الشادي من أجل السلام والتنمية عشر مبادرات من أجل مصلحة الدولة هذا الحزب الذي نال تصريح عمله رسميا برئاسة القائد التنفيذي نيرولي دوكولي والذي تم تأسيسه عبر جمعية عمومية في الثامن العشرين من أكتوبر للعام 2018 بمدينة مندو كما أكد قائد هذا الحزب أن الهدف من تكوين الحزب هو الإتيان بالإضافات الجديدة لتكون عملية مساهمة فعالة في السياسة العامة للبلاد كما أنه لم يتجاهل ما قدمته جميع الأحزاب السياسية المعارضة والمتحالفة من أجل خدمة البلاد وتنميتها كما أوضح أنهم سوف يشاركون في الانتخابات القادمة وهذا من ضمن أولوياتهم داعيا كافة المواطنين للانضمام إلى حزبهم الجديد وفي شأن الإنساني وزعت اليوم جمعية الإغاثة الإسلامية للتنمية سلات رمضانية عبارة عن مواد غذائية للشرائح الضعيفة والأيتام بحارة دينجسو بالدائرة الثامنة محر الدين عبد الشاف الدود والتقرير مواصلة للعنشطة والبرامج الاجتماعية التي تنظمها الجمعيات المدنية في توزيع المواطن الغذائية لصالح الشرائح الضعيفة فقد نظمت جمعية الإغاثة للتنمية مشروع توزيع سلات رمضانية للأسر الضعيفة من العجزة والأرامل والأيتام والتي تتمثل في 1500 جوالات من الأرس والسكر والمقرونة والدقيق رئيس جمعية الإغاثة للتنمية شكر الحكومة الكادية وخاصة صفير دولة العمارات العربية المتحدة المقيم لدى البلاد على دعمه لهذا البرنامج الاجتماعي تبقى الإشارة إلى أن مشروع جمعية الإغاثة للتنمية سيواصل برامجه الرمضانية في توزيع المواطن الغذائية لشرائه الضعيفة بكل دوائر العاصمة أنجمين وضواحيها حتى نحاية شهر رمضان المبارك نظمت مساء أمس بالمسجد الكبير للملك فيصل نظمت مساء أمس بالمسجد الكبير للملك فيصل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة يوم زايد للعمل الإنساني وجمعية الشارق الخيرية نظم إفطار صائم لشرائح المجتمع الضعيفة وذلك تزامنا مع الذكرى السابعة ليوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وتخللت المناسبة أيضا تقديم مجموعة من المصاحف القرآنية للحاضرين وشكر خلالها النائب الثاني لرئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد النور محمد الحلو السفارة بدورها اللامحدود في تقديم الخدمات الإنسانية داعيا بعض المحسنين اتباع نفس الطريق رمضان المبارك ينظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحاء مسابقة قرآنية لصالح تلاميذ الخلاوي القرآنية بمدينة آتيا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحاء فضيلة الشيخ أحمد خالد منوفي هو من رأس افتتاح المسابقة تقرير محمد طاهر جبريل الحر من آتيا أصبحت المسابقة القرآنية راتبا رمضانيا سنويا يجرى بالمسجد العتيق لمدينة آتيا ويهدف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحة من تنظيم هذه المسابقة التنافسية الشريفة إلى خدمة القرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به وكذا تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله يشارك في مسابقة هذا العام خمسون متسابقا قدموا من مختلف الخلاب القرآنية بمدينة آتيا والقرى المجاورة يتسابقون على فروع ومستويات مختلفة وبكل الروايات لجنة تحكم مكونة من شيوخ وقراء تشرف على هذه المسابقة في حفل الافتتاح تطرق الشيخ أحمد خالد منوفي رئيس المجلس الفرعي لشؤون الإسلامية بالبطحة إلى أهمية حفظ وتلاوة القرآن من الصغر نعم نحتفل على مائدة من موائد الله بل هي أعظم مائدة وهي مائدة القرآن الكريم وما ينسب إليه من حفظة كما تدخل العمدة النائب الأول لمدينة آتيا أبكر موسى كيدلا ليهنئ المجلس على مداومة هذا العمل النبيل الذي يسعى وفق قوله إلى ربط المواطنين دوما بالقرآن وأخلاقه والقيام الفاضلة ونشير إلى أن المسابقة ستتوجه بحفظ ختامي لتكريم الفائزين وتسليمهم جوائز نقدية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل ثقافيا ستحتضن مدينة وقادوغو عاصمة بركينافاسو المهرجان الدولي لتطوير الثقافة وفي هذا الإطار عقد أعضاء جمعيات الكتل الثقافية بشات مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن مشاركتهم في المهرجان عباس بكر مصطفى منذ عام 1957 يشارك أعضاء جمعية للتبادل الثقافي في المهرجان الدولي لتطوير الثقافة وتعد مشاركة البلاد في هذه التظاهر الثقافية ضمن نسختها الخامسة عشر ولكن هذه المرة أن الفرق الثقافية كانت في أتم الاستعداد للمشاركة ولكن الجانب المادي هو العائق الماثل أمام أعضاء جمعيته للتبادل الثقافي ومركز بيرنار على حد قول رئيسة الجمعية مريم مايومبيلا كما حثت مريم إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة لأنها المبدأ الأساسي لإبراز طراث المجتمع في المحافل الدولية وتطويرها مؤكدة بأن خلال فعالية المهرجان الثقافي لتطوير الثقافة سيقام عدة عنشطة المتمثل في إقامة دورات تدريبية في مختلف المجالات لتزويد الموهبين بما هو أجدر مضيفة بأن هذه المشاركة تختلف عن سابقتها وخاصة مشاركة أكبر عدد من العنصر النسائي علما بأن المهرجان الدولي لتطوير الثقافة المزمع إن إقاده بوغدقو بتاريخ الثاني عشر حتى العشرين نلفت انتباه مشاهدين الكرامة بأن النشرة الفرنسية ستأتيكم بعد النشرة العربية نظرا للنقل المباشر لصلاة التراوح هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة